السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أبرارتان هذا الفيديو عملته بمساعدة أخوي شرح فيه كيف نشتري من موقع على الإنترنت وبالأخص موقع إي بي وأنا بالآخر رح أزيد عدة شغلات بسيطة فخليكم مع المقطع وإن شاء الله تستفيدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا عن كافية إنشاء حساب في الإي بي وكافية شراء ما نحتاج من خلال هذا الموقع بداية ندخل إلى موقع الإي بي ثم نريد أن ننشئ حساب في هذا الموقع بداية يجب أن يكون لديكم بطاقة اضطمان عن طريق البنك أو بطاقة اضطمان عن طريق البريد مجبور يجب أن يكون ذلك بدون ذلك لا تستطيع شراء أي شيء من خلال الإي بي نضغط على كلمة ريجستر ثم نكتب تفاصيلنا هنا هنا تكتب الاسم اسمك واسم عائلتك ثم تدخل أي إيميل تريد ومن ثم تدخل أي باسورد تريد وتضغط على كلمة ريجستر بعد أن ننشأنا الحساب نذهب إلى أي شيء نريد شراءه نفرض على سبيل المثال ندخل هنا نضغط على أي شيء ثم نضغط بي إتنا بعد أن نضغط بي إتنا وتأتي هنا هذه الصفحة نعبي فيها تفاصيلنا هنا بلدك وهنا إيميل الخاص بك وهنا اختيار يمكن أن تكتب اسم بلدك وممكن تكتب اسم الولاية وهنا اسم البلد ومن ثم هنا الإيميل وهنا تفاصيلك ومكان إقامتك بعد ذلك تضغط على go to check out بعد أن كمنا بهذه الخطوات الآن يتبقى لدينا الخطوة الأهم والخطوة الأهمية إذا كان لديك حساب paypal فيمكنك الشراء عن طريق paypal من هنا وإذا لم يكن لدينا حساب paypal بكل بساطة نثب إلى الحساب البنكي أو الحساب البريدي أو بطاقة الإنتمان نضغط عليها ثم يأتي لنا تعبئات تفاصيل البطاقة نكتب هنا رقم البطاقة المكتوب على الصفحة العلوية من البطاقة على مكانها العلوي وهنا تاريخ البطاقة ومن ثم الرقم الذي يكون موجود أسفل البطاقة وهنا اسمنا وهنا عائلتنا وبعد ذلك نضغط على done بعد أن نضغط على done نضغط بكل بساطة على confirm to pay ومن ثم نشتري الغرض الذي نريده وهكذا ننتظر حتى 30 يوما إلى 60 يوما تقريبا حتى يصل لنا الغرض إلى البيت أو إلى صندوقك البريدي ولكن يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة قبل أن نشتري الغرض يكون لدينا مكتوب كم سعر الغرض هنا في الدولة ولكن أيضا علينا الانتباه إلى نقطة ثانية مهمة جدا وهي الشيبينغ أن أحيانا لا يكون هنا مكتوب كلمة free تكون أحيانا على سبيل المثال 10 دولار أو 20 دولار أو هكذا هذا يكون السعر إضافة لهذا السعر السعر الموجود هنا مثلا 10 دولار أو 20 إضافة لهذا السعر إذا كان هنا 19 وهناك 20 يكون لدينا 39 دولار وليس 19 دولار أو هذا السعر لكم مكتوب هنا لذلك يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة قبل أن نضغط على buy it now وقبل أن نشتري الغرض لأن نحيانا يكون السعر مبالغ في لنا الشيبينغ دولار عالي جدا في دولتك أو مكان إقابتك هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى أن أفدتكم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة على الكالكم يا أخوي رح نشوف هون كيف منعرف جودة الألوان مثلا منفوت على هاي الصفحة منشوف كديش الرضا الساتسفاكشن تاع المشتري مثلا هون مية بالمية كمان نقدر نشوف المنتاج نكبره زي ما هو موضح قدامكم مشان تشوفوا يعني التفاصيل أكثر أدق مثلا على البريزما كلر منشوف عند الخمس نجوم منضغط هناك بيبين لنا كديش التقييم بتاع هذا البائع فمنشوف إنه في كثير خمس نجوم في أربعة كمان إذا ما وصلن الأدوات أو المنتج اللي أنتو طلبتوه لشهرين يعني لستين يوم ممكن تتواصلوا مع البيع وهو بيرسل المنتج كمان مرة أو فيه ممكن خاصية يعرف وين وصل المنتج إذا ما رد عليكم وبتصير هاي وصارت معي أكثر من مرة بيكون مثلا البيع يا إما بدو يسرك المصريات ويفكر إنه إحنا ممكن ما نهتم وما نسأل طوال إذا ما رد علينا وما وصلنا المنتج ممكن يتواصل مع الإي باي الموقع نفسه وبرجعوا للمصريات كاملة وبس إن شاء الله استفدتم من المقطع وأعطاكم ولا وشوية خبرة يعني إذا حدا حابب يشتري أي منتج من الإنترنت لأنه في كثير يعني منتجات إحنا منحب إنها تكون معنا وما هي ببلادنا أو ما هي قريبة علينا وبس معلومة زيادة إنه المنتج المفروض يجي على البريد اللي هو تع بلدكم وإمتو بتروح وتأخذوه من البريد نفسه إلا إذا بكون في خاصية مثلا زيادة إنه يوصل على البيت ما أعرف إذا فيه هيك إشي بس أنا بيوصلني على البريد نفسه وبس أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله ومعي السلامي